إيمانا منه بأهمية الصحة النفسية نظم مركز إشراقات للطب النفسي بالتعاون مع مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية المؤتمر الدولي الأول للتوعية بالصحة النفسية وبمشاركة محلية وعربية المؤتمر اعتمد مبدأ تقريب وجهة النظر بين القطاع العام والخاص وإيجاد حلول للقطاع الصحي في ليبيا وشارك في المؤتمر عدد من المهتمين والبحاث والأكاديميين الليبيين وعلى المستوى الدولي والعالمي وطرحوا ورقاتهم البحثية ومحاضرات علمية حول الصحة النفسية وأوضح المتخصصون خطورة اعتلال الصحة النفسية وكيف يؤثر على مختلف نواحي حياة المواطن وكذلك الخلط الحاصل بين الأمراض النفسية والجسدية وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه بحلول العام 2030 سيكون الاكتئاب هو المرضى الأولى المسببة للإعاقة في العالم الأمر الذي يكلف الدولة ميزانيات طائلة فقط في سبيل إيجاد حلول لمثل هذه الاضطرابات ولعل ما نراه اليوم في الشارع الليبي من إدمان للمخدرات وانتشار العنف وجرائم القتل مؤشر خطير على انتشار وتفشي المشاكل النفسية التي يتم عادة تجاهلها أو محاولة إخفائها بسبب الوصمة الاجتماعية على المريض النفسي لكن تظل مثل هذه الملتقيات إحدى سبل التوعية والتحريض على الالتفات للاهتمام ببناء الإنسان بدل التركيز على عمران البنيان